ترشحات بقى اصلي ترشحات يعني ايه الموسم يخش علينا معرض الكتاب من غير ما نعمل ترشحات وترامنا بقى طارعز وكوكب الكتب يبقى لازم هنبدأ بايه ها ترشحات الرواية الله ينور عليك يلا بينا ترشحات الرواية بقى يا جماعة تخصوصي مجال دراستي ماينفعش ماينفعش نبدأ بسم الله بس الاول تعالى فكرت دي اول حلقة في سلسلة الترشحات وان شاء الله الله سيبقى عندنا كمان ترشحات غير رواية واترشحات ترجمة واللي انتو طلبتوا بالتحديد انا عملتو ان شاء الله فيديو ترشحات لدون لوحدها وفيديو ترشحات لعصير لوحدها ان شاء الله كل دا جاي في السكة ودول جزء من سلسلتين شغالين بالتوازي السلسلة الاولى هي تغطية معرض الكتاب لمنها فيديو النهاردة وهتلاقي فيها التسريبات والاسرار ومعلومات المعرض والمواصلات والخطوط المواصلات والفعاليات وخارطة المعرض وكله والسلسلة الثانية هي حصريات معرض الكتاب التي بدأت 15 يوم قبل المعرض بمكمال حد آخر يوم ستجد السلسلتين دول في الدسكريبشن وفي الكارد ضرورة تتفرج عليهم لو عايز تخش المعرض وتطلع الكسبان وقبل ما نخش في الكلام على الإصدارات الرواية في معرض الكتاب ده اختياراتي أنا أنا عايز أجيب الكتب دي أنا رايح معرض الكتاب إن شاء الله عشان أجيب الكتب دي قد يعجبك منها حاجة قد ما تعجبكش كلها قد تعجبك كلها القراءة في الأساس ذائقة فدي اختياراتي أنا وكل سنة تطلبي مني إن أنا أقول لكم إيه اللي أنا هجيبه فهي ده الفيديوهات اللي حنا نعملها دلوقت دي فيديوهات أنا عايز أجيب إيه من المعرض وتعالنا نبدأ بالترتيب كده زي ما احنا متعاودين دار دار هنبدأ الأول بالمصارية الدنية المصارية الدنية ما شاء الله نزلين بشوية إصدارات حلوة جدا 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 لفتت انتباهي فخلينا نتكلم عليهم إيه واحدة واحدة كده أنا عايز أجيب منهم إيه نور عبد المجيد سيادة القاضي العمل الأول اللي لفت انتباهي جدا وهو الحصان الرابح عند المصارية الدنية أعتقد في السيزون ده نور عبد المجيد شعبية كاسحة ترشيحات في كل مكان تحويل لعمال درامية لجان تحكيم عضو في الجان تحكيم حاجة فخمة جدا والحقيقة أنا مقارتش نور عبد المجيد حاجة قبل كده ولكن كل الناس بتقول لي إنها ما تتفوتش فأنا قلت هبدأ بآخر حاجة على طول بالأخص إن الإسم الجانبي بتاعها عجبني جدا قصة واقعية من ملفات القضايا وشكل الغلاف موحي كده فممكن نبدأ بيها إن شاء الله العمل التالي نوها داود دماء على السجادة الحمراء أنا كان عندي تجربتين قبل كده مع نوها داود والحقيقة عجبوني جدا نوها داود ماشي على خط رواية الجريمة من طراز منفع لها جريمة ساسبنس مشتبه فيهم حل وبتعملها حلوة أوي الصراحة ولكن بتحط فيها شوية توابل اجتماعية كده بتحسك إن الشخصيات سري دي قدرة تفاعل معهم وده اللي خليها الحقيقة تستحق لقب أجازها كريستي الشرقى للناس ألته عليها فمتحمس لعملها الجديد جدا العمل التالي مين عادل جيد الأستاذ بشير الكحلي الحقيقة ده أنا مش عايزة سري دا عندي وجبته وقريته ومراجعته نازل قريب إن شاء الله رواية قوية جدا شلت التكسيف في 150 صفحة بيقدمناها شخصية أيقونية جدا الشخصية اللي عندها جنون عظمة وشايف إن هو أحسن من البشر كلها لدرجة إن هو تخيل إنه لازم ينقل تعليماته وتعاليمه للبشر يحل مشاكل الوقن رواية تحفة بدأت فيها مش لازم تسيبها ومش هينفع تسيبها أصلا وأشيد فيها بالتحديد بتقنية الراوي حنتكلم بالتفصيل إن شاء الله في المراجعة بتاعتها بس الروادي ما تتفاولش العمل التالي ولاء كمال كوشكو أولا أنا لها تجربة هايلة مع ولاء كمال في القداس الأسود اللي نزلها من كام سنة وكانت تحفة لدرجة إن أنا حطتها في تصفية السنة في أفضل الروايات مع إنها كانت تجربة الأولى مع الكاد والحقيقة أنا متحمس للعمل الجديد جدا لإن ولاء بيتماز بعدة أشياء أولا بقدرته على وصف المشاعر بقوة ثانيا بالأفكار والمناطق الغريبة اللي هو بيروح لها ثالثا بعنصر اللغة والمونولوجات النفسية بالتحديد فالكلام ده بقى لو يتواجد في الرواية الجديدة وأنا متأكد إن ده هيحصل مع الفكرة بقى اللي بتغطي منطقة النوبة ورواية تاريخية وبتغطي مساحة زمنية عريضة وكمان بتعبير الكتابة كده ولاء رقد عليها ثلاث سنين يعني قعدت تتخمر في دماغه ويشتغل على البحث بتاع الفكرة ثلاث سنين فأنا متخيل رواية في الجون بالإضافة لغلاف آدم عبدالغفار مجرم يا جماعة وقبل ما ننشي بالمصرية الليبنانية بقى الولد اللي اسمه طاري عز ده عمل مجموعة قصصية ومش مجموعة قصية في نفس الوقت فلازم تروح تجيبها أيوة أنا برشح العمل بتاعي القناة قناتي وإنتوا صحابي وإحنا مع بعضينا فمن تساش بقى يتعدي تاخد العشر قصص دول اللي في كتاب واحد اللي كل القصة منهم رواية مستقلة بذاتها وفي نفس التوقيت العشر قصص بيكونوا رواية تانية وفي نفس التوقيت برضو خمسة من العشر قصص بيكونوا رواية تالتة مش فاهم روح جيبها هتعجبك هتعجبك اسمع الكلام وتعالي روح العمل يعد لوحده دار ناشر جريمة الجزيرة الحمراء عد معايا تأليف بياسم الخشن الكاتب والمترجم وصاحب وكالة بيريز فاكتور محمد عزمد بتاع الرعب والكاتب والمترجم وكل حاجة لها علاقة بالكتابة الحقيقة تحرير أحمد صلاح المهدي المحرر والكاتب والمترجم المتخصص في الفانتازيا والخيال العلمي تحرير ضحى صلاح الكاتبة والمترجمة وحاصرة الجواز يعني أربعة في كتاب واحد قول دي هيبعمل ازاي وبعدين الأربعة دول ما يقوموش دار نشر الرعاة دي نازلة مع دار نوفا بلس في صالة اتنين والحقيقة الرعاة حلوة عرفت منين عشان مراجعاتها الحصرية عندنا ان شاء الله على قناة كوكب كله آه وبقول لكم انها حلوة والاتنين راحوا في حتة مراحوهاش قبل كده الأربعة بقى راحوا في حتة مراحوهاش قبل كده الرعاة دي جامد قوي ميكس كده رعب على فانتازيا على أساطير محلية على مكان غريب أول مرة الاتنين يكتبوا في حاجة اختراع أصلا فكرة ان الاتنين دول يكتبوا مع بعض بيأكلوا مع بعض بنخرج مع بعض ماشي أما نكتب مع بعض فعالآخر بقى اتقل في المراجعة جاية ان شاء الله خريبا خريبا جدا وتعنا نروح بقى لدار الرواق ما لم تخبرنا به آمنة ريهام راضي الحقيقة أنا لها تجربتين قبل كده مع ريهام والاتنين كانوا حلوين جدا أول عملها الرواقية مرآت فريدة وآخر أعمالها قبل عمل النهاردة حكمة بكر الاتنين بيتميزوا بسينمائية عالية بمشهدية عالية ببلطات لطيفة بتغيير أحداث انت مش متوقعوا بتون أحداث سريع فأنا متحمس لعملها الجديد جدا وهيبقى على قائمة المشترياتي بدون تفكير العمل التالي لمن الرواق رواية أصفار مريم المحرامة لطارق أز أيوة أنا برشح العمل بتاعي زي ما اتفقنا تي قناتي وانتو صحابي وإحنا مع بعضين الحمد لله رب العالمين الروادي خيبت توقعاتي جدا أنا كنت متوقع ان الناس مش قدر تستوعب كمية التعقيدات اللي في حبكتها طريقة كتابتها النهايات المتعددة الشخصيات المحورية الكتير أنواع الرواية المختلفة اللي فيها مكان وأشخاص وأصوات وفلسفية وفانتازية وغيره 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 ولكن الحقيقة أنا مبهر حصل إقبال جماهير كبير وريفيوهات شفتها من فئات عمرية أنا ما كنتش متخلل لا ممكن تفهم الكلام ده شباب صغير قدر يقرأ ويحلل ويفك الرموز وعلى مستوى النقدي كتاب حاصلين على جواز أشادوا بيها وعلى المستوى النقدي العربي نقاد من الجزائر ومن تونس ومن الكويت كتبوا فيها مقالات نقدية في ناقد كويتي هيبقى موجود معانا في معرض القاهرة النقد والكاتب والمحاضر في فن الكتابة واللي عنده مؤلفات في تعليم الكتابة دكتور محمد حميد أسد النقد الكويتي المعروف أشاد بالرواية لدرجة أنه كان بيكتب مقالة نقدية في كل فصل مقالة كاملة في كل فصل من الرواية فالحمد لله ربنا رضانا فيها وأنا أدعوك أن تقرأها وتقول لي إرائي يا طريق يا أخي أنا مش قادر أتخيل شكلي من جارة دق شكلي وحش قوي من جارة دقني يا أخي شكلك صغير ما أنا عارف أن أنا شكلي صغير بس أنا راجل وقور أنا راجل عجوز يا ابن إيه اللي خلاك تروح تحلق؟ مش أنت قلت لي بينزله كابتشينو ببلاش وإنت بتحلق وأنا بحب الكابتشينو الصراحة وبعد أن أنت اللي حسدت على الحلق مدايقني شكلي ويعني أنت ما كنتش عارف أنهما يحلقوا ده آه كنت عارف بس كنت عاملة وحرق واحدة من مفاجآتك اللي هتنزل في معرض الكتاب للناس اتلم يا موسى ما اتفقناش على كده ما هو إحنا ما اتفقناش إنك تخلي الراجل يحلق ليداني من جارة ما أنت أستأذيني بصوا يا أولاد المفاجآت اللي طارق نازل بيها هو قال حاجات منها وفي حاجات منها تعالنت بس في مفاجآة لسه ما تعالنتش إنه هيشارك في كتاب مجمع بيتكلم على صناعة النشر حينزل بشكل حصري على تطبيق أبجاد في ناس كتيرة معروفة كتاب ومؤلفين ونقاد وقراء لهم فقل في الوسط الثقافي كلهم حينزلوا الكتاب ده على تطبيق أبجاد إعداد وتقديم رامي حمدي وهينزل بشكل حصري ومجاني كمان على أبجاد إنتوا عارفين أنا في المجاني معرفش أبويا وبكده يبقى ضربنا عصفرين بحاجر أرينا حاجات عن صناعة النشر وتعلمنا الدنيا ماشية إزاي وفي نفس التوقيت ده يقتطرق وحرقته لمفاجآة من بتوعه يلا كملوا الفيديو اللي اتفرجوا عليه واشوفكوا في حلقة تانية وتعنا نروح لدار كيان الحقيقة عيني زغلت على حاجات كتير بس حاولتها دايق المسائل شوية لعنة جانب التل أحمد صلاح المهدي أنا قارت تحرير أحمد صلاح المهدي في جريمة الجزيرة الحمراء وقارت له ترجمتين والاتنين كانوا هيلين هيلين متحمس جدا أن نقره له كتابة بقى بالإضافة أن الحاجات اللي نسمعتها للوادي خطيرة والغلاف مجرم العمل التالي أحمد عصام الدين دواء رساعي افتكر معايا المراجعة اللي أنا عملتها العمل الكاتب ده اللي قبل ده عن دار كيان برضو أرض الغربان اللي فازت بجايزة وقلتلك في المراجعة قبل ما تفوز بالجايزة بشهور أنها هتفوز بجايزة كتروات فانتازية عبقرية بتدمج الفانتازية بالفلسفة وبتروح بها في حتة تانية في نوفيلا قد كتا فأقول لي بقى إيه اللي ما يخلليه هتحمس لعمل الجديد؟ نبيل فاروق يا جماعة أي حاجة عليها اسم نبيل فاروق ترشيح عاد العاطوة سلساية جيدة لمجموعة نبيل فاروق في أغلفة فخمة وشكل شيك لعبة الفعال بمعركة العقول الفهد ودي سلسلة المتخصصون اللي كان نبيل فاروق بيكتبها في عالم المخابرات منطقته الأثيرة والراجل ده أنا بحاول أجمع له المجموعة الكاملة زي ما بجمع مجموعة أحمد خالد التوفي لأن الاثنين دول لحم دماغي من خيرهم ويتعالى نروح للدار الكرم ونشوف إيه الحاجات اللي أنا اخترتها من عندهم وأول اختيار موت العالم المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة لعبد الرحيم كمال الكاتب والرواية والسيناريست المعروف صاحب أحلى مسلسرات أنا بحبها زي واننوس مثلا وقارط له قبل كده رواية أبناء حرة وعجبتني للغاية فمتحمس واللي مخاليه متحمس أكتر إن الرواية دي في أدب السجون وأنا بقى كتير مقاريتش أدب سجون العمل التالي رجال وقالها إبراهيم أحمد عيسى أنا قارط لإبراهيم أحمد عيسى قبل كده عمل فانتازيا اللي هو الجوز الأول من تلال الشمس وكان هايل طحفة وصلت للقائمة القصيرة لجائزة سويرس 22 وطبعا هو في الأساس حصل على جائزة كطارة 2018 برواية باري اللي مع نفس الدور فمتحمس لها جدا بالأخص إنها بتدور في أجواء مصر القديمة كانت أمون وجيوش ومؤامرات أنا بحب الجودة جدا ونختم بقى بمنشورات إبدي ما حدث في بيت الكفراوي دي الرواية الجديدة بتاعة محمد يوسف الغرباوي اللي روايته اللي قبل دي على طول متاهة العابد وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد وما أدراه كما هذه الجائزة الحقيقة الوقت ما أسعفناش إن إحنا نتكلم على رواية متاهة العابد دي ولكن أنا بقولك اللي قريته في رواية دي يخليني متحمسة اللي جاية جدا والحد هنا أكون خلصت لأنا عايز أجيبه في شق الروايات في معرض الكتاب قول لأنت بقى إيه اللي أنت عايز تجيبه من رواية قوله في التعليقات نتكلم على مستفيد زكعة سلاقات راشحة مراجعة بتطلع مجتمعك بقبل كتب يعاني أنت وتذكر إن الكلام ده لحد وقت تصوير هذا الفيديو في حاجات لسه هي عادة علم فمش هينفع أتكلم عليها أصلا الفيديو ده تصور يوم 18 واحد ومنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس تعاني بلايك وتشار هذا الفيديو وتستنى بقية الترشيحات اللي جاية في السكة عشان فيه حاجات تقايل جامدة جدا والفيديوهات اللي أنت طلبتهم عصير ودوين جايين إن شاء الله قريب وأما بقى لو عايزت لسه بقى القرر اللي جواك وتخش معرض الكتاب وتخرج كسبان اتفرج على سلسلتين اللي هيظهروا قدامك دلوقتي تغطيط المعرض وحصريات معرض الكتاب اللي بدأناها قبل المعرض بـ 15 يوم ومكملة معنا لحد آخر يوم ربا تفرج عليهم أشوفك هناك سلام